أهلين أجمع أشوفون رويد أجمع رويدة راني نبعثلها بصح ميشان آنيون يو على بالك شفتي يا رويدة كي نكون نحقوس عليك نبعثلك يعني يطلع لي واحدة طابلو هنا احتلان يعني ما نشوفش أسكت جيتي ولا ما جيتش صدق لا أنا جيت تعرف أني صار لي دقيقة من فاتحة أنت أول ما أفتحت أنت بعثت القلب عن تخوه رويدة كيف فك تقتل لك كثير أنا أكثر مبارح سكرت بكير أنت آآ الله خالب مبارح رويدة آآ وانا خفت الوادي أحمل علي المطر صح؟ يديني الوادي رويدة وتقعد أرملة لا 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 كل أولا الواحدة صار أرملة بعز الشباب ما بيصر ما بيصر ها مرويدة والله تكون تقعد أرملة وما ما فيهاش وأنا بخاف عليك اشتقت لك والله الله يسلمك أنا كمان كثير كثير أنا أشتقت لك ممتاز جيدا نعم وانت كيفك رويدة منيحة؟ الحمد الله منيحة بجمعة برد يا بجمعة عندكم البرد؟ عندي البرد اوه ألبسي رويدة دفي نفسك دفي روحك رويدة هاك قال مني يمليح قال مني يمليح قال مني يمليح أنا حط عاني عجا كتاعة بدنا بدي أخذه والله أعطيك أيها رويدة والله ولا تستعر من قلبك هل حد شيء؟ والله من كل أعماق قلبي أهم شيء من مقاشيرك ولا لا؟ والله بكل مقاشيري ومن قلبي ومن كل شيء خلاص خلاص صادق صادق يا بجمعة يا رويدة لو تطلبيني في عيوني أعطيك إياه لا مميسر تعرف لي؟ يعني أنا إذا طلبت عيونك إنت كيف ترح تشوفني؟ أشوفك بقلبي آه أنا أجوبك بقلبي أنت صغير يعني كل ما أريد ألزمك من مكان تفلة تروح مكان ثاني أنا مدهوم بالزيت كي كنت صغير يرمم اللي كانت قمطني قوات لي الزيت لا أحد يقدر يلزمك تفلة لا أريد لزيم مشكلة تفكول اسمعي رويدة يعني أنا أعطيك أعيني هيك؟ وانت قلتني بما تراني أنت هي عيوني آه وأنا لا أريد أن أرى إمرأة غيرك صدقت صدقت شكرا إلك هذا كل من كل أعماق قلبي جمعة تعال أقول لك عاشي أنت أنت هذا الكلام تكون لك كم مرة باليوم؟ مرة واحدة تأكد؟ أكيد جمهورك رح يشتن عليك ترى كلهم يحبونني ويقولوا لك إذا قاله من جهة أخرى إنه يمزح يمزح بعد بعد أنا أحب أمزح معك فقط والله أنا قلت لك يا رويدة إذا كان الإنسان يحبه فإنه يوجد بعض الصفات ولا كيف نقول إحنا وحد الملامح تبين أنه يتكلم من كل قلبه من كل مقاشره من كل مقاشره أنا نعديت منك شكلي هيا يا عمري هيا 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 نجاهد هيا نلعب قبل المغرب بس أحاولها هذي في خاطر قولي المراطي موحية هذا إنسان عمره خمسة وسبعين سنة يحبني أنا وياكي صدق؟ ويقول لعجوزته شوفي شوفي هالحب هالي يبغوا بعضها مش كيمانتيا كل ما نهدر معك تقول أني مكتوعه مظهر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قلت لهم وسألوني كثير قلت لهم ذلك مو تمثيل إنه حب صادق كإن رويدة فكرتيني قولي لهم الحقيقة هل أنا أتكلم معك قبل اللايف لا والله أقول لك ماذا نحكي ولا وشو نقول ولا ولا والله العظيم الحمد لله يعني اللي يشوفه نفتح لايفو هاي إحنا هيك يعني من نطلع هيك نمزح ونضحك يعني بالوقت ما نكون مخططين لإله مهمته هيك يعني بيطلع الموضوع طبيعي هذا كله من المقاشر والحب مو مخطط يعني حبيدك الله ونورك لأنهم هم إذا أنا إذا قلت لهم أنا ممكن لا يصدقونني صح لكن كلهم يصدقوك أنت وانت قولي لهم والله يا حبايبي لا إحنا بس نلحب نلعب جولات ونمزح ونضحك وانتو تحبون لايفاتنا سواء بس ما نتكلم كثير معني أصلا بالخاص إلا إذا مثلا إسمعت علي مريض هو سمعني يتطمن على بعض بس يعني ما قلهم فقط للتطمين قلهم للتطمين وفقط لكن لا نحكي على مجال اللايفات ولا ما نحكي في هذه الأمور بس نتمن على بعض والله صدقوني ما نحكي في الأمور هذي قا والله آه وأنا نقول لكم في وجهة يعني أنا معها كل شيء اللي تشوف بجمعة هو يعني دمه حلو وفكاهي هو يحب يمزح ويضحك فكلامه بيطلع هيتش يعني بلحظتها ما بيكون مخطط لكلامه أنا ما خطط أنا ما خطط آه لا تدخل مجال التمثيل يا بجمعة تكسر الدنيا لا ما ندخل والله ما عندي مواهب كثيرة لا وأنا ما مبينا مواهب كثيرة منهم منهم حبي للرويدة لا يا قزك منهم حب النساء أجمعين لا أسمعيني جيدا ما أسمع جيدا بجمعة أنت النساء يجروا هون 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 بعروقك النساء كلا نسوان هون ما في دم في نسوان لا والله وان أنا أنا ابن المرأة وأختي المرأة وابنة عم المرأة وابنة خالتي المرأة صح ولا غلط صح صح بس تحبهم تحبهم من تحت لتحت من قلب لك تحبهم ما رويدة ها وهذه يباينة هذي هاي يباينة من العين يشتمث مفضوح ما فيك تخبي أنا محبهم تحت الباش تحت الباش تحت الباش ايه والله ما شاء الله علي إحنا البنات والنساء ما شاء الله واحدة أحلى منهم واحدة تقول الثانية أنا أحلى منك ما شاء الله يعني حقكم والله أنا أعطيك الحق أعطيك الحق أعطيك الحق النساء والله عليهم جميلات مثل يعني مثل فواكه كل واحدة آه أنا قلت لهم ايه يا رويدة كل يوم بطاطا أنا ما بحب البطاطا كل يوم أكلوا البطاطا لا يعني يوم تفاح يوم برتقال ايوه يا ابني تشوفي الله يعطيك متمنى بصحي طهن سارح ينكرهك اليوم لا لا دعوا شوفوا بنات آني أقولكم بالطريقة اللي يفكر بها الرجل ما أقولكم هذا الصح بس هم الحقيقة الحقيقة المرة حقيقة المرة أنت ما تحبي هذهك الحقيقة أنت في نفسك ما تحبيها صح ولا غرب ما في بنت تحب هذه الحقيقة كل بنت تتمنى تكون هي يعني هي وبعد خلاص ما في مرة بعدها بس بالحقيقة أنه ما شاء الله علينا النسوان في كثير من النسوان حلوة لكن اسمعي هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء جميل والمكياج والها يعني أنا vul إحب المكياش لا passado سدقيني روايدها المرأة التي تعمل المكياج كثير لا إحبها والصح eman Hidden يعني أنت تحب الخفيف الشيء طبيعي الشيء طبيعي خفيف كما أنت هك يعجبني لكن ما أحب هذه كل إذن لنهار كامل ويتطلص أنا ما تعجب أحتنوا ولي نشم فيها ريحة لصوص نقول هذه فيها كاربيراتورو أنا أحب أوجه نصيحة للبنات الصديقاتي أوكي بنات ترى أنتم مفكرين يعني بعض من البنات تفكر إذا كثرت مكياج راح تقدر تلتفت انتباه الشباب أو الرجال بسرى هم ما يحبوا والله ما يحبوا ما يحبوا مكياج كثير كلما قللت كلما هم شايفوش بعيونهم جميلة أكثر كلما كثرت يقولون مثلا هاي قاتل حالة من شان تطلع حلوة قدامنا فاهمتوا أكيد يعني خلي الموضوع طبيعي حطي ماء اللي ما يحطي بس شي بسيط هاي اليوم رويدا عملتكم نصائح في التجميل ايه ايه من هي أنا الحمد الله أنا أعرف يعني نقرأ عقلية الرجل والذات الرجل الشرحي هاي رويدا كنت جبديل الفلساني وتكشفينها في اللعب هنا آري ناو يطلع كل لعبكم من البنات لا أنا أنا أقولها معك ولا المهم المرأة بصراحة التي تعجب الرجل اسمعي يا يعني الرجل اللي بها المرأة تعجبه يعني اللي تكون مستورة أنا ما أني نحكب اللي تعجبه كشهوة كزواج كزواج ولا كالحلال ولا تعجبه يعني تعجبه فقط ويقول ما شاء الله يا ولا يتمنى واحدة كيف يعني اللي تكون مستورة والمرأة المحتشمة والمرأة اللي مش يقاعدة وتقابسس وتتشوف مع الناس هذي كي اللي يبغيها الراجل مش يذيك اللي نها الكاميرا يتقامسس والده صار ترصق من هذا الهذا ونها الكاميرا يتكركر وتسمع صوتها للناس اللي يركبتي في النقل غيرها سمعتي الناس شاكي يديري ولا الناس ما شافوك شونتيا اللي بغارهم شايفين يقولك يشكا فيروحك بالنميزل ما شافوكش تبغيت بييني فيروحك أنا واحدة الخطرة واحدة جات فيتا عليا ما قوة تتقاربيع أنا قد كاش بغلا راي فيتا منا ولا بغرة ولا عودة قدت أنا في المدينة يوجد البغال مو ممكن أنا عملت هيك وأنا وجدتها مرأة هيك تقاربيع ليان يا أختي هيك تقاربيع ليان مية تتناوضيه من الرقات لا مجار خوافتي لا ممنيح تقاربيع هذاك والله يا روايدة يا دي تمشي بالعقل لا ممشي هيك مثل فرانسيسا مثل روايدة مثل روايدة مثل روايدة تغير والله إحساسك إنه هاديم خيل تعاف الخيل هيك حسنا شوفي 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 يعني أنا أنا ننصح بنات بلادي الجزائريات يعني مايك إلك ليه وكل النساء يعني لكن أنا أنصح بنت بلادي هي الأولى يا روايدة شوفتوا روايدة كيف عجبتني وطوحط فيها شوفوا لي جيس توع روايدة الرجل جزائي اللي تعجبوا مركم هذا وانا نعرف بالله كان جزائرينا لأننصو رجلتها تزيرا مطاحين في روايدة ديروا كيما روايدة قاعدتربحوا رجلتها تزيرا هي هانت تكون مثل حي قلوا لي أرجع كهيدا من هول مكان لا أرجعوا ما هذا قلوا لا أعرف العقلية الرجل الجزائري الرجل الجزائري أسمعي أو حنين ويحب المرأة ويحب الحرمة ويبغي المرأة لعاقلة مش يعني يحقرها ولا يطيح بيها هو الرجل الجزائري ديل هكذاك ربي خارقوا هكذاك ونرمى مو أي مرأة في العالم تتمنى يكون عندها رجل جزائري والله أنا نقولها لك تتمنى يا رويد أنت ما عشرة الجزائر وما جيت للجزائر ما عشرة الجزائرين وما جيت للجزائر أنت عندك نظرة عليهم فقط لكن لو تأتي بكل رجال العالم أنا ما نمطيح بهم حاش لله سوف تختارين الجزائري سوف تختارين الجزائرين ميت للل على روح's ميت للل ماهلا كل سوف تسمعتي ved instrumental لا لا انا انا شوفي بها نعطي يعني نعطوه يعني نموذج يعني كيما يقولو نموذج انتي تعطي نموذج على المرأة وانا اعطي نموذج على الرجل اهمت او لا اهمت او لا اهمت ايه لكن انتي عراقية والان صرت اه يعني بالعقلية الجزائرية يعني لا اصرت افهم عليكم افهمي ولكن وحدك وحدك تحولت الى العقلية الجزائرية او جمعة سويت برمجة ايه اه انا انا فورماطيتك تمت العملية بنجاح تمت العملية بنجاح وان شاء الله تزور الجزائر وتتعرف كثير على الجزائريين والجزائريات وانا عارف والله يحطوك في عيونهم الجزائريين انا اقول لك واكثر شعبية عندك انا انا ماني نفتخر ولا يعني يقولوا بجمعة ويتزايد لكن انا عارف ومتاكد عندك كثير 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 اكثر شعبية عندك ومتابعين عندك واللي يحبوك جزائريين انا عارف بلي فيه تونسيين فيه مغاربة فيه ليبيين فيه 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 في كل الدول العربية لكن انا نحكي لك على الاكثر يعني الاكثر هم جزائريين اتفق اتفق معك صحيح شكرا انا شفت يا رويدا اتكلمت على المميزات الشاب او الرجل هزائري احكيلي عن عيوب لان ما في انسان ما في عيوب انا احكيلك على اه شي احنا بالنسبة لنا مو عيب هو شي يعني سلبي او انا اقول سلبي ما اقول لك عيب اوكي انا اقول سلبي وهي موجودة في الجزائريين وكل يعني في المرأة ولا في الرجل احنا عندنا كثرة نرفزة يعني احنا الرجل الجزائري مو نرفز كثير يعني حاجة هك تقلقوا او يربح العيب بالخف يعني هذي مو هذي مو يعني سلبي في الرجل وانما كيش ولا هو بس ترى هذا الشي احسى عنا بالبلدان العربية كلها حتى الرجل العراقي يتنرفز بسهولة وعصبي ها رجل جزائري عصبي كثير لكن اسمعي انا اعطيك شيء الرجل جزائري انا ماني نشكر ولا ماني نمدح وربي سبحانه اللي يعلم الرجل الجزائري شوفي هو متنرفز ومثلا يضرب وا 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 انا احكي على الاكثرية انا ماني يعني معين في انتكلم عليها يعني انا على الرجل الجزائري والرجل بمعنى الكلمة يعني كلمة رجل انا مانيش انا ندير واحدة نحكي لك على الرجل بمعنى الكلمة الجزائري تلقايا حنين انا اقول لك تلقايا حنين وكيكون الرجل حنين يعني ما تخافي منه هذا الرجل الرجل كيكون حنين مع المرأة ما تخاف منه المرأة فهمتي لابغا ما نشعف وش يدير بسح كيكون حنين المرأة يجملها ما تخافش منه يتنرفز يضربها اه يزعف منها يعيط عليها اي 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 اخر بسح ام بعد اه كيشول واحدة واحدة ويتراجع واتبه عادي جدا ويتعامل معها وينسى وينسى يعني ومتسامح هذا هو الرجل الجزائري كان كثير ناس طاحت فيه مشاكل لو كان واحد اخر ما يتسامحش وما يسمحش ويقولك ما نتسمحش حقي لكن الرجل الجزائري والله تتلقايا يسامح من حقه ويتسامح ناني فقوت لك ربي يبعد عليهم العين امين يا رب اقول لك زين السؤال انت عنكم الشباب الجزائريين يشوفهم شباب رومانسيين ولا جديين اكثر من ما رومانسيين يعني كيف رومانسيين ولا جديين انا من يفهمك يعني شون افهمك يعني 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 دللون نسوانهم دلعون نسوانهم يعني متزوجون يعني يعطي هذا لان المرأة ولا عادي يعني بس واجباته يعطي الواجبات سمعي والله فيه وعليه كاين لي يعطي للمرأة الحرية المفرطة ترجي الحرية المفرطة الحرية المطلقة مش لهالدرجة كل شي في حدود مفروض اسمعي كاين حدود يعني والحدود يعني ما 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 نحسبها على المستويات على المجتمع يعني هنا يوجد حدود حدود الله يعني حدود الاسلام هذا هي حرية المرأة فهمتي كاين لي يعطي للمرأة يعني حرية مطلقة وكاين لي يعطيها حرية يعني تخرج تتحواس تروح الدور لكن في قوانين مضبوطة وانا هذا هو الرجل اللي انتا حلو يعني المرأة ما هيش مكينة ولا آلة ولا روبو نحطوه في الدار من حقها تخرج من حقها تحوس من حقها تروح رحلة من حقها ومن حقها بزاف امور لكن لا تتعدى الحدود تحترم زوجها وزوجها يحترمها يكون الاحترام متبادل ولكن شوي امور احنا عندنا انتي مرأة ويوجد نسوان المرأة ضعيفة صح ولا لا المرأة ضعيفة لا نكذب على بعضنا يعني المرأة تغير المرأة يعني كتشوف مثلا مرأة كيفها عندها زوجها له مال ولا هو سيارات ولا تغير تقول اه انا لو كان زوجت بهذاك انا انا ما زوجت بهذاك يعني المرأة في هذا الامور شوي يجب انها الله خالقها هيك تعرض الله خالقها قلت لكم انا يا شباب المرأة كل نسوان الارض عندهم غيرة بداخلهم كلهم لكن اسمعي اسمعي المرأة حنينة اسمعي المرأة حنينة لو يكون الرجل ذكي لو يكون الرجل ذكي ويكون معطاء ويعرف كيف يكسب المرأة والله يبالك تكون مرأة ذات جمال وجمال وخلق ومال ونسب ويكون هو فقير وتعيش معه يعرف كيف يشعيش معه المرأة ماذا تحتاج المرأة لا تحتاج الماديات الا الطماعة انا ما اني نحكي على الطماعة انا نحكي على المرأة كنا نحكي على الرجل الان نحكي على المرأة انا نحكي على المرأة ببعن الكلمة المرأة ما هي طماعة خلينا ما الطماعة المرأة تحتاج الحنان والعطف ورجل في كتابها يعني في ظهرها والله يكون عندها مال الدنيا وهو يكون فقير تحتاج ذلك الرجل يكون معها مولا كلمة وشخصية قوية هذه المرأة اللي نعرف هنا كائنة ولا مقاشرة ويدة صحيح أنا أتبقوا إياك آه شدتوا وجمعك أنا أقول لكم كلما ندخل في شيء مواضيع أو نتكلم كلما نتكلم بيك أكثر بشغلات يعني فراحة يعني تبكيرك ليه ناس مو بس مخلصين دراستهم مخلصين جامعات وما عندهم هذا التفكير يعني ما شرم عليك فراحة أنا تفكير يعني اي تفكيرك يعني أنا قبل أن تروح أغيكي ما كنت نزال طيب اللي يقول وما لو كان قريتها رويدة قرني مخترع يعني لقرني مبلاصي معا لو كان علي مبلاصي لو كان علي مبلاصي معا نيوت النوغع هذا لقرب هذا ما مقريت هل أنتو ينيوتن؟ لا خلا أنا مثال لكم حبايب أنو الإنسان يكون واعي يكون تفكيرا أوكي ما لا علاقة ب دراستك ما لا علاقة ب شهادتك هاي أنت من ناتك أنا أقول لك كيف يا رويدة أنا عندما أجلس وحدي وأكون يعني جالس وحدي يعني وحدي في مكان خالي ما حد يزعجني ولا يقلقني أجلس وأبدأ في التفكير وحدي وحدي أفكر في البني آدم يعني كيف خلقه ربي سبحانه وكيف العقليات يعني وكيف تنضبط العقليات مع بعضها يعني والفرق بين المرأة والرجل وكيف هاك وحدي وحدي نقعد هاك نخبر ونبدأ نقول الحل هذا يمكن هذا الحل مع هذه المرأة وهذا الحل يكون هاك ونبدأ أنا نعمل الحلول تحسب أنا رأني رئيس دولة حيالك واسا حيالك واسا حيالك واسا حيالك واسا الحمد لله الحمد لله أنا أنا قلت لك أنا أنا حاجة واحدة اللي ما قريتش برك وراني نادم عليها وأنا كنت في الدراسة من الأوائلة بتكوني على فكرة ما قلت شان عمرك؟ في الدراسة كنت من أنا نبلاسي مع الأوائل أنا في شهادة التعليم الإبتدائي تحصلت على المرتبة الثانية بمعدل تشجيع جميل ايه وفيه مشاكل وفيه وفيه لكن الآن الحمد لله والحمد لله وأفح ألف حمد وشكر لله الحمد لله الحمد لله يا عربي وأنت ما كنت في حياتك تقولي بأني سألتقي بواحد اسمه بجمعة من الجزائر ويكون هو بدون شهادة عليا لكنه دكتور في الحياة والله ولا على البال ولا على الخاطر شفتي ربنا سبحانه كيف يعني له السبب حبايبي لا تفكرون كثير بالمستقبل ما تعرفوا المستقبل شو مخبي لكم من إشياء والله ما تعرف ما أحيات أنه أفتح لها في تيك توك صراحة والله ما تعرفوا يا أخوتي والله ما تعرفوا يمكن أن نخبي لكم إشياء حلوة أنا أقول لك حاجة فقط شوفي التفاؤل التفاؤل وحب الخير للغير حب التفاؤل يعني التفاؤل يعني تتفاؤل الحاجة المليحة وحب الخير للغير هذه تخليك تنجح في حياتك لو على خمسين سنة في عمرك أنا أقول تارك حب الخير للغير في كثير عالم من طبقتها بحياتها أنا أقول لك هذا سر من الأسرار يعني كي تكون ما تحسد الناس ما تتكلم في الناس ما تقابر الناس ما كلاهي بالناس يعني مش لاهي بالناس ما تلهاش بهذا دار دراهم هذا دار سكنة هذا شراء سيارة هذا تزوج ما نحوش على أسرار الناس يعني الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة يعني وما تحوشها على أسرار الناس يعني أنا فلان قال أحمد صاحب يتزوج أنو اللي نحوش مرته ومني نجابها وش حال في عمرها وشابه ولم يشابه وتوزن وش حال توزن وش حال الطول التاحها وش أنا خاطيني هذا الأمور قال فلان تزوج كل شي بالبراكة وأعمالة الدار وربي هنيك وذرية سالحة وتبقى على خير أنا منحوش عليه لم نجابها ولو نعرف وقتحها مصجرة حشها برموشار وجابها مكان ما تخني به ولو نعرفه الزوج الزوج نعلى دريبة ما فهمتي فهمتك بجمعة أنا يوم عن يوم قاعدة أفهم اللحظة الجزائرية نفهم عليك شديد تفهمي نفهم أنا قلت لك نحن فلاشيك كما تديمو نقول لي أن نقبض بك الجزيرة سبور كم سوني وديروا لي ندوبل أخوتي ديروا لي لك ندوبل بعيد بعتوني اشتراكات بالقلب واا ديروا لي اشتراكات بالقلب رويدا حسنا شو رأيك نلعب جولة رسمية العيدة جولة رسمية جولة رسمية وي عيدة لبنين تركية هي تركية أو لا هكي ايه شو رأيك؟ يعني جولة رسمية رباعية؟ لا جولة رسمية جولة رسمية اي 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 قلتك يعني انت وياهاب؟ ايه انا انا شورت يعني متابعيني. البنت قوية مشاضر. قوية ايه. ايه. اذا بنت بدك خصم قوي تلعب معها وينها. ايه انا نحوس على القوي. ايه. انا مدام عندي جيش ورائي. صعبة قوية قوية كثير عم يكتبوني قوية براحتكم. حابين هو حابين جيبوا للرجل قوي براحتك انت تزمارة يعني تلعب مع بنت مع رجل ما في فرق. لا انا ما ايهمني مرأة ولا رجلة. ما ايهمني. انا ما ايهمني هذا الامور. قوية كثير قوية كثير. اعطي رأيكم يعني انتوا رأيكم كجمهورنا يهمنا. انا قلت يعطوني رأيكم. قلت لهم البارع قلت لهم البارع عطوني رأيكم. كتبوا العب معها او لا خصم ثاني. كتبوا لهو. خليهو يشوف عراكم. انا عارف بلي انها قوية. انا اشوف لبنية ما شاء الله قوية. اوكي. قوية قوية. قوية جدا. انا عارف بلي انها قوية. وهي قاتلي 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 خليني مفكر. واليوم كلمتني في المريفي. بحثتلي في المريفي. لكن انا قلت حتى انا اتأكد مع متابعيني واللي يحبوني. واللي هم يبغوا لي الخير. قلت هم يخموا معايا. وهما يقولوا لي. تسلخك تسلخوا. حبابي تسلخوا جاجة. يعني تسلخوا يعني تريشوا كما الدجاجة. عادي هذه ما هو كلام يعني طايح. عادي جدا. الجمهور اللي عندي ما ما حد شجع لها. انا لكي انا هنا كون يكتبوا لي ألعب. كلهم هنا. جميعا. روحوا كتبوا لي. التولي عاد كتبون اي او لا كتبوا هو. و عادي يقول لي خطيك و عادي يقول لي قوية. بس على الاكثر يوم يقولوا لي ألعب. ألعب يعني يعني اين سيناريو وش راح يصير يعني? الجرور. انا شوفي شوفي. انا عندي واحد الميزة واحد العقلية. انا ماني كما اه ناس اخرين يعني اه ماني كما ناس اخرين اه مثلا حتى نجي ونقول بآه يا جماعة عندي جولة رسمية منها لا انا رح نكون نبغي انا نبغي بعقلتي اللي يتابعني ولا اي واحد يتابعني يكون شريك معايا في كل شي في اي حاجة يكون شريك معايا يعني اي حاجة تلحق بوجمعة نقولها مثلا كما الموردوتور ولا الموردوتور ولا اشامة ولا مدعمين اشامة ليلى كاين جمعها بزاف يحبوني ونحبهم مدعمين وكثر خير ونحب برقلا فيكم ولا نصهم هم يقولوا لي سقسي جمهورك هو اللي احنا ما علينا الا نعاونوك هاي تصدقو له ما تصدقوش يعني انتو ما اجمعت التكميس والمكمسين والمتابعين هم اللي والا يعني في اللي ينسقسيهم اكو بنت بالتعليقات كتبة اختراح قالت خلي سوي تصويت وشوف ياهو تصويت يعني اه اه ام داروا تصويت سوي تصويت حب انت سوي تصويت حتى يقول لك ايا ايا جمعها مرتجوا وسووا لي هذا التصويت ونشوف هذا التصويت وش رايز رامي سوتوا ايا سوتوا لي خليشوف بالله كتبوا اللي حاب هو يلعب ويالبنائي يسمها عايدة اكتب نعم واللي ما حاب اكتب لا عندي وعنده خليشوف يلعب اكتب نعم ما يلعب اكتب لا انا والله شوفي كما سمعت المرة اللي فاتت رويدة انا قلت نلعب جولة تحدي ما كانت كاينة في التاكوك جولة تحدي هذي يعني شنو جولة حماسية جولة التحدي يعني ما كانت كاينة مقبل كانت اسم جولة جولة حماسية جولة رسمية لكن تحدي ما كانت كاينة وانا عملتها جولة تحدي الان انا احب ان نكون مع المتابعين اللي تابعوني يكثر خيرهم هما اللي طلعوني هما اللي وصلوني هما اللي شهروني يعني انا ما ننساش الخير يعني نقول كما نقوله احنا ننفرد بالقرار واحدي لا انا نقولي نشاور 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 ثلاث السيدوني شعور نشاور نشاور مثل Bilderol بس هذه نسبة كبيرة تحدد إلهي في العقبان. تعوي. تعلوي. إلهي في العقبان. نديروا لي تعالوي. وإلهي تعال تحت تعنم. هذي حياة. وقالت لغين لي تعال عقبان. تعال طالعا. هذي تعزع ما هو. مية. الضبانة زقت هنا وقال. بجمعة انت تفكر بصوت عالي. تفكر بصوت عالي. احمد 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 هذه الضبانة جت حطت في الموضة قلت لي واحدة النمرو. بجمعة وين الكوكو? احمد حياتي ها. انا على الشان كأن اكل كل شيء. انا على الشان. قولي. تولي تولي تاكل عمري تولي. مرسي. يلا حبايبي. سويتوا التصويت. حنشوف بالله. جمهور شون رأيت. هذي الله يحمر. احنا عدنا شوفوا الجولة الرسمية اللي جاية. عدنا وقت منا ديسمبر يعني عطوا اقتراحاتكم. يعني ما مجبورين توافقوا على شيء معين. عطوا اقتراحاتكم هاي ولا غيرها ولا غير. عاطوا اقتراحات. عادي. في وقت. ان شاء الله. لا هي باش نكلمها. ويعني كما نقولوا بالجزائرية نكتل معها الهدرك. يعني نجيب لها ما الآخر. ها نجيب لها ما الآخر. فاهمتي. ان شاء الله. واذا هي قبيلت ممكن. نقدموا شوي. على بارب الجزائرين مقلقين شوي. حبايبي لا تتجون يمي كتبون فلان طالبك فلان طالبتك. انا عم بلعب. ماذا كنت عم بلعب لاجز تكتبوني فلان طالبك. من اخلص لعب بعدين نلعب مع حدا تاني. اوكي. ما علي روايدة مع لي. ما علي ما مشكلة روايدة. على عيني ورأسي. ما مشكلة. لا هم ما قاعد يكتبون اسماء انا اشخاص مش لعبة معاهم يعني. يعني اشخاص ما اعرفهم. يا جماعة مش يتدولي المرأة غادية عند ناس ما تعرفهم مش. هلانك. هوا انا نطالق ها انا عمتكم انا ديري ثيقة. ها ما تدوليش المرأة غادي. هلوا اغيه هنا. وراكم حاطين عينيكم عليها. هوا نروني خدهم. هوا نروني في الشانطي مجي واحدة اخرى. وانتو مالاكم هنا. كشما تغلاط كشما. كشما تمدنوا كشما. كشما يعجبها وعد عنده عديدة كشما. أبو جمعة اخبرت اليوم اشتغلت. اليوم ما اشتغلت. صائر عم تهرب من الشغل يا أبو جمعة. لا والله ما هاربت. اليوم ما كنت مع وذائق فأمي وآبي نعمل لنريق لهم في الوذائق تحف. اه حلو. والله ما اشتغلت اليوم. اما اليوم راح تقرف. اي دخلت الي الدراسة امي. محول امي؟ نعم. اه نايس. انا امي رأيي متفوقة في الدراسة. الله يبارك. نقولها معلات الدخلي. نقولها معلات ساعة الدخلي. زين هي اوكي داخلها من شان تتعلم القرية والكتابة فقط. اي. لا لا حفظ القرآن كمان. حفظ القرآن. اه جميل. نقولها معلات الدخلي. تقولي ندخل قبل الظهر رغبة شوية. ونقولها معلات خرجية تقولي نخرج مور العاصر رغبة شوية. ما تعرفش ساعة هي. ما تقولك نخرجها الرابعة ونصر. خمسة. زين انت ليه ما تروح معاها؟ ونروح معاها كيفا؟ نروح معاها كمان سجل. ايه نروح معاها. ونروح معاها مسكينة. وعندها اللوحة وعندها طباشير وعندها الأقلال. يود بنفسي شوفها. وتراجع في الدار. عندها كتاب وقلام وتراجع. وتحل التامارين. وترقد على الطابلة وتثني ركاب بها وتحل التامارين. سؤال. ما هو السبب الذي يجعلها تدخل هذا الشيء بعد كل هذه الفترة؟ نعم. كيف تقنحها؟ نعم نقنحها أمي أنا. كيف تقنحها؟ ما رح لي؟ أنا قنعتها على القرآن. هي تحب تصلي وتحب تدير الخير أمي أنا مسكينة. ايه. أو تبعت تصلي يا رويدة. أمي ما ترقدش. يعني تصلي قيام الليل قصدك؟ نعم. تبعت تصلي. نعم. قلت لها يا أما قيام الليل ما وغي الصلاة. هي كانت حاسبة وغي الصلاة. نعم. قلت لها ما وغي الصلاة فيه قراءة القرآن. أمي أنا ما تعرف تقرأ. هذه هي السبة اللي لقيت لها. السبة يعني باش تروح تقرأ. والله يا شهات عرفت كيف تتقرأ. بجمعة. بجمعة. أنت تسوي غسيل مخ للنساء. غسيل مخ. هههههههههههه. فاهمت. فاهمت. حتى ما خلصت منك. قالت يا نرا فيني كبيرة وما نقدرش ومخي erroك ميرفدش وكيما ندير نحفظ فكرة قلت لها تحافظي. قلت لك كل يوم حافظي حرف كل يوم قلت لك كل يوم قلت لك كل يوم قلت لك كل يوم نقول لك على حرف تكتبه وتعرفيه قلت لك في شهر تكوني حافظة ثلاثين حرف قلت لك صحيح ايه وليت كل عشية نقول لك ما ليوم شافتي تقول لي الباق نقول لك تب لي الباق تقول لي دار كيمة الباسينة وتعطي نقطة ايه حلو جميل ايه انا اشجع على القراية والدراسة مهما كان يعني وصلت لك لا يوجد شيء متأخر دراسة مليحة نعم دراسة مليحة كثير مليحة نعم اه 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 انا كنت صغير رويدة امكي كانت تقول لي قرأ وروح تقرأ وروح منا والعشية يا اخي قاكي كونا ندرسو قاع الناس اللي قالت اعرف هذي العشية بعد كوما نقولوا بعد الظهر ولكن كونوا في القسم ننعسو يجي كورقود وتولي تنعس كاينونا مكاش خاصة انا مع العشية قد نحكي لما كانت متأمنيش قولي مكاش منها قبل شنته يتشعر نفس الشي ذروكي قطل أبوتي مع ها قطل كي كنت صغيرة عندك الحقيقة كنت تقول لي رانينين عَسو مالعشية قلت لي هاتا هتا هذه ما قلت له ذلك الشيخ ستشرح عادهية، ليس لحالة بالقسم يعني عندنا ناس كمان بنفس عمره وهار يوجد كثير كثير يدرسوا معه لكن الأكثر هي هم يحفظوهم القرآن أنا الحاجة اللي عجبتني يعني الدراسة تحهم غير القرآن هذا الحاجة اللي عجبتني جميل والله حاجة مليحة يعلموهم النساء تعبكري ما يعرفوا ش الدين مثلاً كان شي عجايز تعبكري والله ما يعرفوا كما نقولوا احنا كيف تتصرف مع الراجل تاحها كيف مع الشيخ تاحها لكن كي ولو يدرسوا ولو يعرفوا فهمتي؟ ولو يعرفوا نعم هذه هي إن شاء الله فيها خير إن شاء الله رويدها وتهلا إلي في روحك يوني أشوفك على خير ناكس تايم إن شاء الله وروحي ورا ما يقولوك روحي بسع عسي روحك با لك بتخرجي برا ديري العجار روحك روحك مرحك 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 شكرا